فعلى المسلم أن يتنبه لأهمية هذا الشهر وأن يستعد لإكرامه فإذا علم المسلم هذه الواجبات وأهمية هذا الشهر والأعمال الواجبة فعليه أن يتهيأ له من الآن فما تبضي خمسة أيام حتى ينفذ صبره هذا كفير يقع به الشباب المسلمون لله في أيامنا نفحات من دهرنا تزكو بها الأوقات فبها ألا فتعرضوا وتضرعوا فيها تجاب لكم بها الدعوات قدم علينا ضيف عزيز قد طال انتظاره وسينزل في دارنا يحتف بنا وبأهل بيتنا ثلاثين يوما ضيف عظمه الله وكرمه فشرف صوامه وقوامه فها هو يطرق بابنا فقوموا وأشعلوا مصابيح البهجة والفرح فكيف تكون ضيافة هذا الشهر وكيف لنا أن نحسن استقباله واستضافته وباسمكم وباسم برنامج الجواب الوافي نرحب بالدكتور أنس عيروط المدرس والمحاضر في كلية الشريعة والحقوق في جامعة إذن حياكم الله دكتور أهلا وسهلا بكم الله عزيز دكتور النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ولا أعز من رمضان ضيفه يا دكتور فكيف لنا أن نستقبل رمضان وأن نحسن استضافته بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آلي وصحابي أجمعين اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقيبة أمورنا إلى خير اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وبعد لا شك أن شهر رمضان هو أفضل الشهور عند الله عز وجل وهو شهر لا يلبث أن يزول عندما يأتي عندما تدخل أيامه لا يلبث أن تزول هذه الأيام لذلك وصفه الله تعالى في كتاب أياما معدودة ثلاثون يوما ما أن يدخل يوم الأول حتى ننتهي من رمضان فعلى المسلم أن يتنبه لأهمية هذا الشهر وأن يستعد لإكرامه وقديما علماؤنا كانوا يقولون صلاة الفجر ميزان اليوم وصلاة الجمعة ميزان الأسبوع وصوم رمضان ميزان السنة والحج ميزان العمر فمن صلى الفجر استقام يومه ومن صلى الجمعة استقام أسبوعه ومن صام رمضان استقام عامه استقامت سنته ومن حج البيت الحرام استقام عمره لذلك هذا الشهر العظيم هو شهر مكفرات للسيئات شهر يكفر الله عز وجل سيئاتنا ويغسل أوزارنا وخطايانا شهر أكرمنا الله عز وجل به ليرحمنا ليرفعنا ليكرمنا شهر على مستوى المجالات هو انقلاب انقلاب وأي انقلاب انقلاب على العادات والأعراف تتغير فيه مواعيد الأكل والشراب ومواعيد النوم ومواعيد الاستيقاظ هناك صيام في النهار هناك قيام في الليل شهر القرآن فإذا علم المسلم هذه الواجبات وأهمية هذا الشهر والأعمال الواجبة فعليه أن يتهيأ له من الآن أن يستعد لحسن أمضاء هذا الشهر بما يرضي الله سبحانه وتعالى دكتور سبحان الله لسيد قطب رحمه الله يعرف التقوى يقول أنها خشية مستمرة وحذر دائم نعم ودكتور لا يخفى على علمكم أن رمضان هو شهر التقوى نعم فدكتور كيف لنا أن نحصل التقوى وأن تكون ملازمة لنا دائما في رمضان وما بعد رمضان طبعا التقوى في رمضان هي أولى من التقوى بعد رمضان لماذا؟ لأننا نحن إذا اتقينا الله عز وجل في المباحات نحن امتنعنا على المباحات بأمر الله عز وجل فمن باب أولى أن نمتنع عن المحرمات في الأصل هذا أولا كما تمتنع أنت عن الطعام والشرب الذي هو في الأصل مباح لكن لأمر الله عز وجل امتنعت فينبغي عليك أن تمتنع عن النظر إلى المحرمات الذي هو في الأصل حرام وعن الكذب الذي هو في الأصل حرام وعن مشاهدة المسلسلات هنا وهناك التي هي في الأصل لا تجوز فامتناعك هذا هو أولى في رمضان من بقية الشهور والأيام هذا أولا ثم رمضان هو دورة تدريبية هو مدرسة للمسلم يتعود فيها على هذا الامتناع عن المحرمات فعندما يمضي عليه شهر كامل وهو ممتنع عن هذه المحرمات فإنه يعتاد على هذه الحياة وعلى هذا الامتناع فتصبح المعصية أخف عليه من بقية الأيام إذلك كما قلنا رمضان هو ثورة على الأعراف وعلى الأعادات وهو شهر تستقيم في حياة الإنسان في السنة هذا الشهر لو استقام فيها المسلم لا استقام بقية الشهور طيب دكتور الآن حصلنا التقوى أو تمرسنا عليها لكن نلاحظ دكتور نحن مع دخول رمضان أول خمس أيام ترانا متحمسين للعبادات ثم بعد الخامس أو السابع يوم من رمضان ترى الهمم فترت فما أسباب ذلك دكتور وما علاجه؟ طبعا أسباب عدي لكن من أهم الأسباب هذا يدل على عدم الاستعداد الحقيقي لشهر رمضان يعني يستعد من أول ما يدخل رمضان يعتبر فما تمضي خمس أيام حتى ينفذ صبره هذا كثير يقع به الشباب المسلمون أو عامة المسلمين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل رمضان يتهيأ شهر شعبان كان أكثر صياما في شهر شعبان حتى يصوم شعبان كله إلا قليلا يتهيأ للصيام في رمضان يتهيأ لهذه الأعمال العظيمة في رمضان فعلى المسلم أن يتهيأ من الآن يتهيأ بقلبه أن يترك المعاصي التي تؤثر مثلا الحسد الحقد الكراهية لها أسباب مثلا قطع الرحم يصر رحمه فأن هذه تؤثر على استقامته على طاعته قطيعته لإخوانه هذه أيضا تؤثر على قلبه فتقطعه عن المسيرة وعن المتابعة في الطاعة والعبادة فينبغي أن ينتبه إلى هذه الأسباب وأن يملأ قلبه بالأذكار وأن يملأ قلبه بالحب لعباد الله وبحب الإحسان إلى الفقراء والمساكين وأن يتآخم مع أخواني المسلمين وأن ينزع من قلب الحقد والحسد والغلة والكراهية عندما يوطن قلبه ونفسه فإنه يستقيم أكثر لأن القلب هو مبدأ العمل القلب هو بداية العمل فإذا كان مستعدا بقلبه وإرادته لا شك أنه يتابع ويثبت في رمضان أكثر من غيره أما الذي يأخذ رمضان عبارة عن مجرد أكل وشرب وسحور وجو أجواء رمضاني وكذا طبعا هذا لا يلبث أن ينقطع وخاصة الذين من الآن يتهيئون لمسلسلات رمضانية وحلقات رمضانية وسهرات هنا وهناك تهيئون فهذا لا شك أنه سينقطع ولا ينال ثمرات رمضان ثم السبب الأهم في الانقطاع هو أن الكثير ليس عنده صبر ولا ثبات فالطاعة لا بد لها من صبر فالصبر يكون على المصائب ويكون على الطاعة ويكون عن المعصية هذه ثلاثة أنواع للصبر والصبر على الطاعة فأي طاعة تحتاج إلى صبر لذلك قال تعالى يا أي الذين أم استعينوا بالصبر والصلاة قدم الصبر على الصلاة لأن الصلاة هي أهم شعيرة فأي عبادة تحتاج إلى صبر ثم قال إن الله مع الصابرين فأنت لا شك أن الإنسان يمل أن الإنسان أحيانا يميل إلى الدعاء إلى الراحة إلى الكسل لكن لا يعني ذلك أن تترك الطاعة وخاصة في هذه الأيام التي هي أيام معدودات جزاكم الله خيرا دكتور بارك الله بكم فاصل قصير متابعين الكرام ثم نعود إليكم للإجابة عن الأسئلة الفقهية نتابع معكم وتابعين الكرام الإجابة عن الأسئلة الفقهية مع الدكتور أنس عيروب مرحبا منكم دكتور السأل الدكتور من منصة يوتيوب يقول هل يجوز لبس الخاتم غير الفضة للشاب غير المتزوج نعم لبس الخاتم غير الفضة اختلف فيه أهل العلم فالحنفية قالوا بتحريمه بتحريم لبسي خاتم النحاس وخاتم الحديد أما خاتم النحاس ففيه حديث لأن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس خاتما من شبه أي نحاس الأصفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أني لأجد ريح الأصنام أني لأجد ريح الأصنام وأيضا الحديد أنه في حديث أيضا ورد في ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل الذي يلبس خاتم أن ينزعه فإنه في صفة تشبه بصفة أهل النار أغلال والقيود فلذلك الحنفية قالوا بالتحريم إلا الفضة فقالوا بالسنية وأيضا المالكية قالوا بالكراهة قالوا بكراهة لبسي خاتم النحاس والحديد لذلك الأفضل أنه أن لا يلبس هذا الخاتم إلا خاتم الفضة طبعا الذهب محرم دكتور الذهب قولا واحدا إجماع محرم على الذكور وحلال للإناث دكتور أبو عمر قسطوني من منصة الجرام يسأل هل يجوز أن يجاهد الرجل وهو عليه دين دون أن يأخذ أو يخبر صاحب الدين وجزاكم الله خيرا عندنا نحن الآن في جهاد الدفع وجهاد الدفع لا يشترط إذن الوالدين ولا استئذان صاحب الدين لأنه هو جهاد دفع فرض عين على كل مسلم أن يجاهد بما يستطيع فهذا لا يحتاج إلى أن يستأذن صاحب الدين أن يخرج إلى الرباط أو أن يخرج إلى معركة ما أو كذا ولا حرج في ذلك محمد عبد الله الحسن دكتور من منصة فيسبوك يقول عندي مسألة تخص الجمعيات هل إذا اجتمعنا أنا وبعض الأصدقاء وأردنا إنشاء جمعية بيننا وكل آخر شهر واحد أصدقاء يأخذها إلى أن تنتهي فهل هذا جائز أم رباط هذا ليس فيه من الرباط شيء هذا مسألة جائزة ولا حرج فيها وقال بها أهل العلم والمتأخرون من الشافعية في كتب حاشية القليوب ينص على جوازها جمعيات بين الموظفين أو العمال أو كذا لأن الذي حرمها لا حجة له في التحريم أنا سمعت بعض المشيخ يقولون بأن رباط لكن ليس لهم حجة هم يقولون أنها فيها رباط لأن هناك نفع للمقرض لا ليس هناك نفع للمقرض فيه نفع متبادل المقرض ينتفع والمقترض أيضا ينتفع ومن شروط الرباط أن يكون هناك نفع خاص للمقرض أما إذا كان هناك نفع متبادل المقرض طبعا ينتفع كيف ينتفع بأنه يحبس ماله عند المقترض أيضا هو كأنه وضعها في أمانة عنده فهو يأخذها في وقتها وأيضا المقترض ينتفع إذا أخذها قبل الآخرين وأيضا من شروط الرباط أنه الذين قالوا أنه هناك رباط القاعدة الثقية كل قرض جرى نفعا فهو حرام أو فهو رباط طبعا أولا هذا القاعدة مأخوذة من الحديث والحديث ضعيف وهي مخروقة هذه القاعدة لأن هناك نفع أحيانا أنت عندما تقضي الدين تزيد في الدين فهل يدخل فيه الربة فقالوا النفع المنهي عنهنا أن يكون النفعا خاصا بالمقرض فقط وأن يترتب ضرر على المقترض بأن يضع شيئا من ماله بأن يأخذ شيئا من ماله من المقترض هذا هو الربة المحرم يعني يأخذ من المقترض المقرض يأخذ فائدة من المقترض فهناك ضرر على المقترض ونفع المقرض هذا هو المحرم أما إذا كان هناك نفع متبادل بين المقرض والمقترض فلا حرج في ذلك وليست هي من الربة في شيء الله أعلم دكتور سيف من منصة تليجرام يقول هل الطالب الذي يقوم بتلخيص المقررات لزملائه يندرج ضمن الذي يقدم علما ينتفع به أم لا طبعا العلم الذي ينتفع بسراء كان علم الدين أو علم الدنيا إذا كان هو يعني يبذل جهدا بتلخيص المقررات وإفادة الطلاب الآخرين هذه تدل على روح الجماعة وعلى التعاون على البر والتقم من أعمال القير هذا أنه يساعد أخوانه أن بعض الطلاب ليس عندهم القدرة على هذا التلخيص لكن بشاط أن يكون التلخيص نافعا يعني لا أن يكون التلخيص ضارا بالطالب لا إذا كان تلخيص نافعا للطلاب لأن الكتب فيه هناك حشو أحيانا في بعض الكتب فهو إذا لخصها وأخرجها للطالب بشكل صحيح ونافع إن شاء الله يكتب له أجر العلم النافع دكتور أحمد مصطفى من منصة واتس أب من عزاز يقول رجل أخذ حقي وهو مبلغ مالي كبير وادعيت عليه ولكن دون جدوى وأريد تحصيل حقي فما الحل بارك الله فيكم لا شك أنه يحق له أن يحصله بأي طريقة المهم أن يحصل لديناه إما عن طريق المحكمة تقول أنه عجزة عن طريق المحكمة هناك مسألة اسمها عند الفقه مسألة الظفر فلو ظفر أدائن بحقه عند المدين جاز له أن يأخذه ولو من دون إذن المدين سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه حتى لو لم يرى مثلا الدولار رأى مثلا سلعة ما لكن هذه بقيمة ما له عليه من دين جاز له أن يأخذها وإن شاء الله يكون قد استوفى حقه لكن نحن ننصحه أن يوسط أهل الخير في ذلك بتحصيل حقي صلى الله عز وجل أن يفرج عنه عن جميع مصر بارك الله بكم دكتور وجزاكم الله خيرا إلى هنا نصل معكم وتابعين الكرام لنهاية هذا النقاء سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يسلمنا له دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا